موسيقى أهلاً وسهلاً بكم أحبتي طلبة الصف السادس الإعدادي يسرنا أن نلتقيكم في درس جديد في قواعد اللغة العربية للصف السادس الإعدادي بفرعه العلمي والأدبي نتناول في درسنا هذا إعراب أسماء الاستفام الدالة على الحال هذه الأسماء حبتي كيف وأن أن إذا كانت بمعنى كيف تكون للحال وقد تأتي للمكان بمعنى من أين نأتي الآن إلى الإعراب الحالة الأولى لهذه المجموعة هذه تعرب في محل رفع خبراً مقدماً متى؟ إذا تلاها اسم معرفة قال لي كيف أنت؟ قلت عليل سهر دائم وحزن طويل انظر كيف أنت؟ كيف هنا اسم استفام مبنى الفتح؟ في محل رفع خبر مقدم لماذا؟ تلاه معرفة وكقول صفي الدين الحلي كيف الضلال وصبح وجهك مشرق كيف كذلك خبار مقدم إذن الحالة العرابية الأولى للأسماء التي يسأل بي عن الحال تعرب خبراً مقدماً شرط أن يأتي بعدها اسم معرفة اسم معرفة الحالة الثانية بهذه المجموعة في محل نصب خبراً للفعل الناقص متى؟ إذا تلاها فعل ناقص لم يستوف خبره كقوله تعالى كيف كان عاقبة المكذبين انظر كيف كان كان عاقبة المكذبين لا وجود للخبر إذن هنا اسم استفهام مبني على الفتح في محل أحسنت نصب لماذا؟ خبر مقدم للفعل الناقص السبب تلاه فعل ناقص لم يستوف خبره لم يستوف خبره ومثال أحب أخي أنه يكون أنه يكون كذلك خبر مقدم للفعل الناقص تلاه فعل مضارع فعل مضارع ناقص لم يستوف خبره لم يستوف خبره النقطة الثالثة الحالة الثالثة في محل نصب حالا متى؟ إذا تلاها فعل تام كقوله تعالى قال أن يحيي هذه الله بعد موتها أي كيف يحيي هذه الله انظر لفظ الجلال اللام مرقق لأن سبقت بكسر لفظ الجلال اللام إذا سبقت بفتح أو ضم تفخم إن الله عبد الله بسم الله إذن قال أن يحيي هذه الله بعد موتها انظر يحيي فعل تام إذن أن هنا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب حال لماذا؟ تلاه فعل تام وكذلك تعرب في محل نصب حال إذا تلاه فعل ناقص استوف خبره استوف خبره كقول الشعر أن يخيب الذي يدعوك محتسب وكيف يمس الذي يرجوك حيران نعم لا يخيب من يدعو الله محتسب انظر هنا أن كما بينا تعرب حال فعل تام شاهد وكيف يمس الذي يرجوك حيران يمس الذي اسمها أين الخبار حيران إذن استوف نعم إذا الفعل الناقص استوف الخبر يكون عراب كيف فيه محل نصب حال يكون عراب كيف فيه محل نصب حال إذن في هذا البيت في الشطر الأول أن وعراب حال السبب لماذا فعل تام تلاه فعل تام أما في الشطر الثاني كيف كذلك حال والسبب تلاه فعل لاقص استوف خبرا استوف خبرا أحبتي الطلبة هناك فائدة إذا ورد بعد كيف إذا كيف إذا الذي يحدد الإعراب هنا المستفى عنه محذوف ويقدر بحسب الكلام ويقدر بحسب الكلام ماذا وجدنا في هذه الأسماء لم تسبق بحرف جر إذن عندما يطلب منك عراب كيف وأن لا تنظر إلى ما قبل الإسم لأن كيف وأن لا تسبق بحرف جر إلى أن نتناول رابعا ما يدل على العدد ما يسأل به عن العدد الاسم هو كم هذا الاسم مبهم يحتاج إلى تمييز تمييزه مفرد منصوب عندما نقول في الصف ثلاثون ونقف ثلاثون عدد مبهم يحتاج تمييز ثلاثون طالبا بما إن كم يسأل بها عن العدد والعدد مبهم إذن يحتاج إلى تمييز وهذا التمييز دائما يتنكر مفرد منصوب وهو الذي يحدد معناه وإعراب أولا كم الذي يحدد دلالة كم وإن كانت للعدد التمييز مرة يأتي للعاقل ومرة لغير العاقل ومرة للزمان ومرة للمكان وهكذا أولا تستعمل العاقل متى إذا دل تمييزها على العاقل ولغير العاقل إذا دل تمييزها على غير العاقل وتعرى بعراب من وما مجموعة الذات عندما نقول كم طالبا في الصف طالب عاقل إذن تعراب مبتدى تلاش بجملة فتكون في محر رفع مبتدى كقولنا كم جنديا مقاتل كم طالبا اشترك في الانتحان كم عاملا في المصنع إذن هكا أمثلة كثيرة إذن الذي يحدد أحبة الطلب الذي يحدد دلالة كم وإن كانت يلي العدد التمييز الذي يأتي بعدها وتستعمل كذلك ظرفا تستعمل ظرفا إذا دل تمييزه على الظرفية نقول كم ساعة كنت واقفا وكذلك تعرب مفعولا مطلقا إذا كانت تمييزها مصدرا من لفظ الفعل كم زيارة زرت صديقك كم كم زيارة زرت صديقك إذن إذن أحبة الطلبة كم هذا الإسم الذي يسأل به عن العدد انظر إلى ما بعد كم التمييز التمييز هو الذي يحدد دلالة الإسم فإذا كانت تمييزها دالا على العاقل وغير العاقل تعرب عراب من وما وإذا كانت تمييزها دالا على الزمان والمكان تعرب عراب الأسماء التي يسأل بها عن المكان والزمان أما إذا كانت تمييزها مصدرا من لفظ الفعل نقول كم انتصارا انتصر جيشنا فهنا تعرب مفعولا مطلقا تعرب مفعولا مطلقا وهناك فائدة كم الاستفامية قد يحدث تمييزها قد يحدث قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أي كم يوما كم وقتا إذن هنا حدف والفعل لبث يتعلق بالزمن الفعل لبث يتعلق بالزمن إذن إذن عليك أن تنظر إلى التمييز لأن التمييز هو الذي يحدد دلالة كم أحبتي أترككم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر